السلام عليكم كيف ما تعودتم على دائما كنحاول نشارك معاكم مش حاجة اللي تقدروا تستفدو منا اليوم في هاد الفيديو هادا غد يكون فيديو عبارة عن مقارنة ما بين السوق في ايطاليا ولا السوق في اوروبا والسوق في المغرب واش كينشي اختلاف في الاتمينة واش كينشي اختلاف في السلعة واش كينشي اختلاف في النظام ديال السوق نبدأ وابتداء من هاد دخلة هادي ديال السوق اللي هي فيها باركين باركين كتخلص واحد طريفة ديال 3 اورو دكشي قانوني كينما كتشوفو كيعطيك وريقة اللي عيب وريقة فيها اسم ديال الشركة وفيها احتلاداتة ديال النهار اللي غد داخل فيه تاي يعني دكشي قانوني بخلاف هنا في المغرب كتلقادو كل اللي واقفين في الطريق ديال السوق بحل قطاع الطرق يعني غتخلص عدد الدوز وما كينش واحد طريفة محددة باش تعرف دكشي راه غير قانوني كل واحد وشنو كتقدر تعطي جوج دراهم ثلاثة دراهم خمسة دراهم صافي عادي يخليك الدوز ما عطيتيش غادي تولي معاف شي مشكل توليهم ضاربين ولا شي حاجة فاحنا يا يعني كما كنقولو هذا ما وجدنا عليه ابا انا فمقينا متبعين هادشي اللي القينام بنا يا دم كيبغي بعض المشاكيل كيدفع الشر بثلاثة اورو خمسة او خمسة تلاتة دراهم ولا خمسة دراهم وكيدوز دا بوصلنا للسوق هنا اي في ايطاليا كيف ما كتشوفو معايا كل شي من الدم كل شي نقي كل شي زوين اهاتذك الدور كتحسبو هاح الأرياحية مرتاح حتى المأمان كتحسب راسك مأمان ما كتبقاش غادي خيف تقلب لي امشي يضربو لك الجي ولا شي حاجة ماشي بحال في المغرب مهم كل شي موجود في السوق كيف ما غادي تشوفه معايا مثلا هاد البلاي هادا اللي لقيته بمئة وعشرين أورو رأس بقوشتوه في هاد الفيديو يعني صعيب باش تلقاه بهات التامان هنا في المغرب ومازال ذاك بيلي هديل سيكوريتس ديالو بلا راهم عمرو مفتوح يعني تقدر تأخذو تعود فيه البيع وغا تأخذ تأكل فيه الخير والباراك كيف ما غادي تشوفه معايا كل شي موجود في السوق يعني ماتيريال كل شي علش درت هاد الفيديو لانني جاوني بزاف ديالتعال كيقول لك وات ما في أوروبا كين غير الزبل اليوم في هاد الفيديو هادا غادي نشوفهاش فعلا أوروبا فيها غير الزبل ولا هادي غير هادرا كيف ما كيقوله نبدأوا بأول مقارنة اللي هي في هاد المونو باتينو هاد المونو باتينو كيف ما غادي تشوفوا معايا طلبوا لي فيها 34 ألف يعني بواحدة 170 أورو بالنسبة للأورو يعني بالنسبة لينا تأمان مناسب يعني ناخدها من المغرب ومن ناخدهاش مثلا من إيطاليا او للا أوروبا اعلاش مثلا لاخديتها مثلا من هنا من إيطاليا غن ناخدها مثلا ديرولها أضعف الإيمان غن ناخدها ب— San Francisco غن ناخدها ب— capita غير وهو، غت ألقايها بicinate سبعين أورو عفوا يعني غتولي مقيومة لي بوحل مئتين وعشرين أورو مقيومة لي مئتين وعشرين أورو علما أنني في المغري بغن ناخدها بثلاثين ألف غير واش غتلقاها بالشارجور ديال هؤلاء لها هذا سؤال تاني كيف ما اشتفى هذوك المونوباتين ومعهم الشارجور هذو كيف ما كتشوفوا مديور معهم الشارجور ديالهم لأن فيهم أغلبية جداد المهم هنك يبقى في مسألة اختيارية لكل واحد إلا عندك الترونسبور و تلغة تجيبها يستحسن أنك تاخدها في إيطاليا لأنك تلاقض منقال باتري عرفة و بقي يعني مزيان يستحسن أنك تاخدها في إيطاليا إلا عندك ح instructor تاخدها الخاص بجدد كان يعني كمين بزاف ديال الحويج غدي نشوفو واش ناخدها مثلا في إيطاليا أو زن ناخدهم فيم slack كان هناك أرسل المغرب يثير بيع المغرب وقال بيئة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أورو كل 50 الفرانك. ابن ادم راه كل شي عارف الاتمينة. كيف ما كتشوفوا هنا هاد البلاسة هدي ديال الماترية البلاسة منظمة في ها السلعم ستفة بواحد طريقة اللي مزيانة اللي غتخليك تشوف جميع البيضاء اللي كينة يعني في ذاك الطابلة كيف ما كتشوفوا السلعم تنوعة كينين بزاف ديال الماركات اللي يعني لكيكون عدك تنوع اه لما عجبتك شاد الماركة كتشوف هذا الماركة المهم عندك كل شي بخلاف هنا يا في المغرب ربما كيبقوا يعني ميلين بزاف لواحد الماركة واحدة لاننا سافي يعني سمعنا ديك الماركة هي اللي مزيانة كنقاو نشري وغير ديك الماركة علما انهم كينين ماركات اللي تهموا يا مزيانين وعدهم سمعة مزيانة بزاف من بينهم هاد الماركة هاده ديال اللون ديال الأسفر داب غادي نشوفوا الهنايا في المغرب كيف ما كتشوفوا الطريقة كيفاش يعني كي قدموا البيضاء عديان كين فرق كين فرق بزاف باش نكونوا واقعين يعني بالنسبة لهذه الدكاجورات أو طريقة كيفاش مفرشين فكي الفرق علما انك يدرتي واحد طابلة عالية كتكون حسن حتى هذك الواقف كيشوف كيشوف بطريقة لي مرتاح فيها وكتبلي يعني السلعة كاملة اللي كيينها هذا هو الفرق ما بين السوق في ايطاليا والسوق في المغرب دب وصلنا للمقارنة ما بين البيكالات دي للمغرب والبيكالات دي لأوروبا علما ان البيكالات اللي كانين في المغرب في المصدر دياله هما أوروبا المهم بالنسبة لي أنا إلا بتشري بيكالات تعليم المغرب عنش المغرب غدتلقى غير النقاق الأغلبية وغدتلقى أتمينة اللي مناسبة بخلاف إيطاليا في إيطاليا قليل فين ستجد باعة المغرب في السوق إلا إن يتباعها بالسوق تشري من عد إيطالي إلا إجتريت م مثلاً من عد يعني أجنابي يكون على يقين أن ذلك البيكالات المصدر ديالك يكون مصروق في أغلب الأحيان ما أقول لش دائماً ولكن في أغلب الأحيان كيفما اشتدق بيكالات الاشتول اتمينا ديالهم كالتراوح ما بين 1500 حتى 2500 درهم هنا هاد البيكالات باديين ابتداء من 100 اورو حتى المائتين اورو بالنسبة لهذا الكحلة اللي من هنا فالتامان بالنسبة لي بزاف عليهم دا بوصلنا للمقارنة ديال هنا ديال الاحديا والسبرديلات هنا هاد السوق ديال ايطاليا فيه السبرديلات اللي زوينين بزاف والتامان ديالهم جد مناسب 30 اورو هنا اللي كيقول هاد العرام 30 اورو وكون اخطار اللي يبغيتين وبالنسبة لي----- تمان جد مناسب علاش لانا.. الثامان في الجديد كان انبلا شغل لي مازال تمان ديالو وبالجديد 20 و 150 اورو في جديد.. بالنسبة لي انك تمان جد مناسب يعني كأتبقى في ثقال لي حتى تلقى ديك البياس اللي تتعجبك قد تاخذه مثلا قلتankind 30 اورو تقدر تاخد Kristi 15 استويان اغلبية 25 مغيقا لك 20 لانه توكيكون عازل غير ذوك البياسات اللي ساوي التامان يعني كيف ما كتشوفو كين بياس اللي ساوي التامان فعلا وزوين وحتى انقى مازال نقي ده بغا دي نشوفوا السوق ديال المغرب حتى ديال المغرب في السبرديلات ولا بضاع اللي زوينها بزاف لانه حتى هما هادو كيكونوا ديالين بحالة الفراشات كيكونوا ناقبين غير البياس اللي ساوي التامان البياس اللي مازال دير تمان واريجينال لانه المصدر دياله هو اوروبا بالنسبة لي انا يعني ما كينش فرق كبير انك تشري من ايطاليا ولا تشري من المغرب غير في ايطاليا كيكون شوية تنوع وكتكون بضاعة كتيرة فكيكون عدك فين تختار يعني كتلقى بزاف ديال الخيارات بخلاف المغرب ربما ككونوا الخيارات نسبيا محدودة هادو ما البلايس اللي كي ياخدو من عندهم البياع وشرايو اللي كي يضربوا من عندهم من قيبات البياع وشرايو ذوك البياسات اللي كيبانو نقايا وساوية التامان كيشريوهم بحالة ديال الفراشات هادو بالنسبة هنا في اوروبا كتلقى التامان ديالهما بين 5 او رو حتى العشرة او رو على حسب يعني السبر ديالة ولا الصباط والنقا ديالو والمارك ديالو يعني بزاف كيديرو هاد القادية كيمشيو كي في الصباح بكري كي ياخدو غير ذوك البياسات اللي يساويين التامان وكي يعودوا فراشة ويعني شاريوه بخمسة او رو ولا بواحدة سبعة ثمانية او رو كيبدأ يبيعوهما بثلاثين خمسة وعشرين او رو ف صارحة صعيب نديروا مقارنة ما بين السوق في ايطاليا السوق في مغريب بالنسبة لهالشي ديال الاواني لانا في ايطاليا موجود بزاف هادش هاد وابات منها جدة مناسبة كيف ما كاكشوفو معي كين الكيمية وما اني كتكون الكيمية كيكون تامان يعني جد مناسب كينتمان ما بين خمسة حتى العشرة او رو تقدر تاخذب عشر او رو كوكوط كيف ماشتو معي كانت حدي المقارنة ما بين السوق في ايطاليا والسوق في المغرب بصراحة كانت تقارب لبنسبة الاتمينة لبنسبة البضاعة ولو ان اوروبا كانت تفوق بالنسبة الكيمية والسلعة كانت فيها كثير بزاف والتامان مقارنة بالمغرب راه شوية كيت تعتبر ناقص لان الدخل ديلة ما مش هو الدخل ديلة المغرب كانت هذه هي الناتجة وكيف دائما نشكركم على المشاهدة والى فيديو قادم ان شاء الله